نوهت سعادة السيدة رواند بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بأهداف ورسالة وقيم جمعية الصداقة العمانية البحرينية والرمية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات جاء ذلك لدى استقبال سعادة الوزيرة ردينة بنت عمر بن محمد الحجرية رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية وأشارت الوزيرة إلى أهمية الدفع بمسارات التعاون الثنائي نحو مزيد من النماء لتوفير فرص التلاقي بين شباب البلدين وتبادل الخبرات والتجارب والمبادرات الناجحة واطلعت وزيرة شؤون الشباب على أنشطة وجهود الجمعية في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين كما اطلعت سعادتها رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية على تجربة وزارة شؤون الشباب في تنفيذ مدينة شباب 2030 من جانبها أكدت رئيسه جمعية الصداقة العمانية البحرينية حرص الجمعية على إطلاق مبادرات وتنفيذ برامج تسهم في مواصلة أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما فيها الجانب الشبابي ترجمة نانسي قنقر